اشتركوا في القناة وكانت بلقيس ملكة على سبأ في اليمن في زمن نبوة سليمان عليه السلام وقد ذكر القرآن الكريم قصتها مع نبي الله سليمان عليه السلام كما وصفها برجاحة العقل والحكمة وكانت بداية القصة حينما بدأ سليمان عليه السلام بتفقد الجيش فلم يرى الهدهد في مكانه فغضب وقرر معاقبته بالتعذيب أو القتل أو أن يأتي بعذر يبرر غيابه ولما جاء الهدهد ذكر لسليمان أنه أتى بخبر عظيم وأنه وجد قوما كافرين يعبدون الشمس من دون الله وتحكمه ممرأة ولها ملك كبير أرسل سليمان عليه السلام رسالة إليهم ألقاها الهدهد في حجر الملكة بالقيس يطلب منها وقومها ترك عبادة الشمس من دون الله وأن يأتوه طائعين استشارت الملكة رجال مملكتها من أهل الرأي فذكروا لها أن لديهم جميع أسباب القوة ويقدرون على مواجهة من يريد قتالهم وأن الأمر إليها لتقرر ما ترى قررت الملكة إرسال هدية عظيمة إلى سليمان لترى هل هو طابع في المال ولتقف على حقيقة أمره رد سليمان الهدية وذكر للرسل أن ما أعطاه الله من الملك خير مما أعطاهم وسيأتيهم بما لا طاقة لهم عليه من الجند وسيخرجهم من ملكهم صاغرين عاد رسل الملكة إليها ناقلين لها مدى قوة سليمان عليه السلام وأنه ينبغي عليها التوجه إليه بنفسها طالبة رضاه كي يكف بأسه عنهم فانطلقت بلقيس نحوه فطلب سليمان عليه السلام من جنده إحضار عرش بلقيس قبل أن تصل إليه لترى مدى ما أعطاه الله من ملك وقوة فكان العرش عنده في لمحة عين وطلب من جنده أن يغير لها في مظهر عرشها قليلا ففعلوا وعندما وصلت الملكة بالقيس استحبها سليمان عليه السلام ليريها عرشها بعد التغيير فوقفت حائرة كيف وصل عرشها إلى هذا المكان وهل هو عرشها أو هو عرش يشبهه فقط فقالت كأنه هو ثم دخلت القصر فاعتقدت أنها تمشي على الماء ورفعت طرف ثوبها كي لا يبتل فأخبرها سليمان عليه السلام أن ما تراه ليس ماء بل هو زجاج انبهرت ملكة سبأ بما رأت من ملك سليمان وما أعطاه الله من أسباب القوة فأعلنت إسلامها وأسلم معها قومها